مارح، في الحقيقة كان فيه لقاء مهم جداً لرئيس الوزراء مع قادة الفكر وكبار الكتاب والمفكرين والسياسين اللقاء ده يعني مقى زي عادة حميدة لأن مهم جداً أن حكومتنا تكون مطلعة ومطارة كل الأراء المختلفة مهم أنها تفتح باب الحوار والمصرحة والمكشفة لكل الأمور اللي بتحدث على أرض مصر اللقاء ده بيحصل ما بين رئيس الوزراء وما بين الشخصيات العامة بيستمع فيه رئيس الحكومة لكل الأراء بيشوف الحاجات اللي بتساعدنا نحن نحط إدينا على المشاكل ونلاقي حلول لها بشكل سريع ده غير أن ده بيدي أيضاً مصدقية حقيقية للكلام من المسؤولين يعني ده اللي خلى اللقاءات دي أيضاً تاخد اهتمام كبير من القيادة والحكومة إنها بتطرح وجهات النظر هذه أمام الجميع وبناء عليها بيتم اتخاذ عدد من القرارات هي دكتور مصطفى مجبولي رئيس مجلس الوزراء اتكلم في لقاء حضر ومجموعة من المفكرين وأصحاب رأي في مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة عن التحديات اللي بتواجه البلد دلوقتي وضح إنه العالم حالياً بيختلف تماماً في طريق إدارته عن زمان وإنه التحالفات والمصالح بيتهاي اللي بتسيطر على المشهد بدل فكرة الريادة اللي كانت موجودة قبل كده المنطقة الحقيقة منطقتنا اتغيرت بشكل كبير جداً من وقت الثورة الإيرانية وحرب العراق لحد ما وصلنا لفترة الثورات وقال إنه مصر الحمد لله بفضل ربنا قدرت إنها تحافظ على نفسها ولا تنجر في المغامرات اللي حصلت في دول تانية وللأسف دفعوا تمانها غالي حقيقي يعني مصر دولة تظل في النهاية دولة مؤسسات وده اللي بميزها يعني عن محيط كبير يعني من الأشياء الأخرى على أي حال الدكتور مصطفى مدبولي أكد أيضاً إن مصر دلوقتي في مرحلة بناء داخلي وإن البلد بتشتغل على بناء دولة قوية رغم كل التحديات الإقليمية والدولية اللي حصلت للدولة المصرية بداية من حرب 67 لحد النهارة الدكتور مدبولي وضح أيضاً إن مصر مرد من ظروف صعبة جداً زي نقص الطاقة أزمة المياه أزمة البنية التحتية يتكلم أيضاً عن المشكلات اللي كان بتواجه التعليم والصحة ودول من أهم القطاعات الخدمية في الدولة وقال رغم كل ده خرجي الجامعات المصرية متميزين بيشتغلوا في سوء العمل العالمي وده دليل على أن مصر عندها كوادر عندها أساسات قوية في هذه القطاعات في نقطة تانية نقطة المواصلات الدكتور مدبولي قال الاعتماد على النقل الجماعي في الملاد المتقدمة هو الأساس هو الركيزة هو اللي بيساهم في تطورهم بشكل أساسي وقال أن مصر بتشتغل دلوقتي على مشاريع ضخمة جداً زي المترو زي المونوريل عشان تسهل الحركة في المدن الكبيرة زي إقليم القاهرة الكبرى هي دكتور مصطفى مدبولي كمان تطرق لجانب آخر خلال حديث وقال أن المصريين كانوا عايشين على 4 أو 5% من مساحة مصر ودلوقتي النسبة وصلت لـ 12% وأنه كمان احنا بنخطط أنها تصل لـ 15% أو أكتر بفضل المشروعات القومية اللي شغالة دلوقتي وأخيراً أكد دكتور مصطفى مدبولي أن مصر متمسكة بمواقفها في ملف سد النهضة وأننا بنسعى دايماً للحفاظ على حقوقنا في مياه النيل وأن احنا بنتعامل مع الموضوع بحكمة وتحت حكمة دي خليناً نحط ألف خط ومن غير ما نقضي مصارح الدول الثانية هي كان فيه نقاط كتير جداً وتفاصيل مختلفة اتكلم عنها رئيس الوزراء زي موضوع الضرائب الجمارك تحسين مناخ الاستثمار والزراعة ومشروع استصلاح 3 مليون فدان لو بصنا للقاءات دي الحقيقة اللقاءات دي مهمة جداً 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 لها أنها بتؤكد أن الحكومة مش بتشتغل وحدها لكنها دايماً في حوار مستمر مع أهل الفكر والسياسة والاقتصاد والخبراء في كل المجالات وده جزء مهم جداً من الشفافية اللي بتبني الثقة بين الحكومة والمواطنين من خلال الاستماع لمختلف الأراء ومهم جداً أن احنا كمان بنسمع وبنشوف اللقاءات دي يا مصطفى عشان نبقى كمان على دراية دايماً باللي بيحصل مش بس في الشرق الأوسط أو اللي بيحصل حوالينا لكن مهمة كمان نبقى عارفين احنا ماشيين ازاي القرارات الحكومية أو القرارات اللي مصر بتتخذها أو الاستراتيجية حتى المصرية مهمة جداً أنها تكون واضحة مش بس واضحة أسبابها وأهدفها وألياتها كمان تكون واضحة وده اللي بيحصل حالياً يا مصطفى مرة تانية بنسبح على حضراتكم صباح الخير والسعادة صباح الخير يا مصر موسيقى